بلهجة حازمة وصارمة وجهة الصين تحذيراً للولايات المتحدة قالت فيه إن مبيعاتها الأخيرة من المعدات العسكرية سيحولها إلى برميل برود وسيدفع الشعب التايواني إلى هاوية وإلى كارثة تعيش تايوان تحت هذا التهديد منذ أكثر من سبعة عقود ولكن هذه المرة الشعب التايواني يشعر بتهديد حقيقي بسبب الحرب في أوكرانيا ويخشى أن ينسحب المشهد إلى داخل البلاد دون سابق إنذار وفق تقرير لوول سريتا الأمريكية هذه المخاوف رسختها تقديرات وكالة الاستخبارات الأمريكية التي كشفت بأن بكين حددت عام 2027 كموعد نهائي للاستيلاء على جزيرة تايوان وهنا ترى واشنطن أن الصعوبات التي تواجهها الروسيا في حربها في أوكرانيا لن ترضع الصين من شن حرب مماثلة على تايوان الجارة من أجل ذلك بدأت تايوان بتدريب المدنيين على الاستجابة لحالات الطوارئ والإسعاف الأولية لأنها تعتبر أن مهمتها الدفاعية يجب أن تشمل المجتمع بأكمله وبدأت منذ العام المقبل ستصبح الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد ومدتها عاما واحدا بعدما كانت أربعة أشهر فقط ستعزز مشاهدين تايبي من إنفاقها العسكري بشراء أسلحة جديدة من واشنطن مثل صواريخ هاربون المضادة للسفن وأيضا الجزيرة التايوانية لا تشكل إلا 6% فقط من مساحة أوكرانيا مما يسهل طبعا مهمة الجيش الصيني في الاستلاء عليها تواجه تايوان مشكلة في الاحتفاظ بقواتها المحترفة وبقواتها المحترفة بما في ذلك طيار وسلاح الجو المدربين تدريبا عاليا لأن 20% من الجنود المحترفين على مدة الخمس سنوات الماضية قرروا ترك الجيش تاريخ تايوان المضطرب مع قواتها المسلحة دفع هنا الإدارة الأمريكية للتحذير مرارا من أنه على عكس أوكرانيا سيتدخل الجيش الأمريكي مباشرة إذا حاولت الصين الاستلاء على الجزيرة بالموازات أثار فيلم لباربي غضب فييتنام بعد عرضها خريطة تظهر تحيزا للصين على حساب فييتنام لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات